وحول معدلات الدين أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر لا تزال في الحدود الآمنة فيما يخص الدين الخارجية من الناتج المحلي الإجمالية وقال مدبولي أنه كلما زاد حجم وقوة الاقتصاد فإنه ليس هناك أي قلق خاصة أن مصر لن تتأخر في سداد أي التزامات عليها ما زلنا كمصر ما زلنا في إطار الحدود الآمنة فيما يخص الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي وده اللي أنا عايز أكده مرة تانية كلما الاقتصاد بتاعك بيكبر كلما الرقم كقيمة بتبدأ نسبته تقل فإحنا ما يقلقناش ممكن حد يبص يقولك الله ده أنتوا كنتوا مش عارف من كم سنة 40 مليار إزاي دلوقته باقته 140 الموضوع مش كده طمه الاقتصاد المصري كبر قد إيه كان قد إيه من لما كان اللي 40 كان حجم الاقتصاد قد إيه والنهار ده بقى قد إيه ده اللي البقيس بيه وقدراتنا وطول ما الدولة قادرة على أداء التزاماتها ما يقلقناش فعشان كده هو ده اللي إحنا كدولة بنعمله دايما بالتنصيق مع البنك المركزي إن نبقى مصر والحمد لله حتى هذه اللحظة لم تتأخر في سداد أي التزام عليها في هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر